مشاهدين الكرام إنما كنتم مهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد متجدد من النقاش على المباشر الذي سنصلط فيه الضوء على الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب التي انطلقت في 18 جوليا الحالي وستدوم عشرة أيام إلى غاية 28 من نفس الشهر بمشاركة أكثر من 3000 رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة إفريقية سنتحدث عن الجانب التنظيمي واللوجيستيكي وكذا الغياب التام للإشهار والممولين بهذه الطبعة والاعتماد الكلي على خزينة الدولة التي خصصت لهذه الألعاب 70 مليون دولار لهذه الألعاب كما قلت ما يقارب 780 مليار سنتيم هذه النقاط وأخرى سنناقشها مشاهدين الكرام مع ضيوفي الكرام أبدأ برئيس اللجنة الأولمبية سيد مصطفى بيراف أهلا بك شكرا عن ديافة السلام عليكم ونرحب بالإعلامي أمين عزوز أهلا بك أمين السلام عليكم في البداية سيد مصطفى بيراف انطلاق الألعاب اليوم الجزائر في المركز الثاني لو تحدثنا على المشاركة الجزائرية لحد الآن وعمما حول هذه الطبعة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم نطلب هذه النتيجة أو هذه المرتبة هذه والله معجزة الحمد لله أنا قلت بأنه عند مواهب شابة وعن شباني عندهم كفاءات كبيرة وإمكانية بشرية كبيرة قلت بأنه في السابق كانوا بعض النقايش والتعطيلات والحمد لله على كل حال من فضل الوزير الجديد ومن فضل التنسيق اللي نظمناه مع الاتحاديات ومع كل أطراف الحمد لله اليوم الشبان هدو رحمه داروا نتجاه لأنها عامين ونصف على الواجه السابق قدرنا يعني سطرنا أهداف أهداف يعني قيمة للمرتبة اللولة للجزائر لكن نحن أحادينا في المرتبة الثانية إن شاء الله نكملوا في هذا المرتبة لأنه أنتم عارفين مصر الشقيقة رهي أدات عندها عدد كبير من ميضاليات دهبية ونحن والأول ونحن متقربين في جميع الميضاليات في الميضاليات الدهبية عندهم اختاروا الأسبقة الأمور من ناحية التنديمية رهي تمشي بجدية الحمد لله كل الأطراف وكل الحكام التكنيين رههم القيمة تاحهم في ظروف جد وحسنة أنا نظن بلي حتى من نسبة للنتائج فيها عديد من من ليريكور ليريكورد أفريق وهذا يعني رمز رمز أن إفريقيا لازم اليوم تشوف للشباب هذا بخصوص أنه ضرق صبحنا في 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 ضروف وين الألعاب الأفريقية نتاع الشباب في بعض من الرياضات متأهلة لألعاب الأولمبيا تاع الشباب لدينا ست رياضات مؤهلة إن شاء الله بلك في المستقبل ستكون كتر هنا الله غالب في هذه المرحلة لا أخذنا الأمور يعني تعطلنا شوية كانوا تعطلات قلت ونقائس سنتحدث عن كل هذه الأمور سيد مصطفى بيراف على النقائس وكذا على الأمور التنظيمية بعض من الهفوات قبل ذلك أمين عزوز لو يعني تحدثني على الأمور يعني اللي أنت دائما تحضر هذه المنافسات منافسات في مختلف الاقتصاصات ما هو أمين بكل صراحة الشيء المميز في هذه الألعاب الأفريقية للشباب طبعا التي تصديفها الجزائر الشيء المميز أنا اللي شفته بان جوال شوية في الملعب في الديفيرانس ما زال ما دلشق على الديسيبلين بالإعجاب الوكي سرغازان درت البيتش والي الجمناستي النتاسي وكالك سبار هكذا الأول هي الامبرازم للكولتور يعني تشوف كل البلدان تشوف 54 بلد إفريقي يعني مليحة التعارف التقارب لأمور كثيرا بسكول في الرياضة كي تدين كمبيتش مثل هذه ألعاب الإفريقية للشباب يعني كي تقرأ هذا التيتر يعني عنده معناه كبير يعني كان نحية الرياضية كان نحية يعني ممسور البلان بوليتيك في الونيو الأفريك كان بزاف أمور كان بزاف عدة طراحة نحية ربما لو نتحدث أيضا على نحية الاقتصادية والتجارية من نحية الاقتصادية نطر فولي سنطر شابيت نقدر نتكلم عليه سنتحدث عنه ولكن ما نظن بالله هذا الألعاب ستتخنى أموال كثيرة ولما هذا الباب هذا لكن ربما لا نعتمد فقط على خزينة الدولة ستتابع معي ومع السيد مصطفى بيراف مشاهدين الكرام هذا التقرير لبلال هرنون حول غياب التام للإشهار وللمموين ثم نعود للنقاش قلت قرابة 780 مليار سنتيم 7.8 مليار دينار والمنظمون لم يجلبوا ولا سنتيم فقط ورح أكيد شاطرني الرأي رئيس اللجنة الأولمبية سيد مصطفى بيراف غياب تام للإشهار ما شاهدنا يعني الإشهار في أي قاعة لا لافتات ما فيهم لا المؤسسات المياه الشرب أو المشروب نعلم بأنه رياضيين يعني يتناملون المشروبات لدينا مؤسسات كبيرة وعديدة في الجزائر لكن لم نستفد منها لماذا أنا قلت بأن كانت تعطيلات كبيرة ولو سيد رئيس الجمهورية هو على كل حال كان نعطى تعليمات باش نحتضن هذه الألعاب وخص والحكومة بأمر منه خاصة يعني مبلغ ضخمة باش يكون المنشآت وترميم المنشآت لأن هذا سبعين مليون دولار لازم تعرف بأن كانت لترميم المنشآت لا خلي لو نتكلم لك على 780 كيف كانت تقسمها على حد معلوماتي يعني حسب معلوماتي 230 مليار لتهيئة المنشآت الرياضية 435 مليار للإقامة والإيواء والتنظيم 115 مليار منها لتحضير منتخبات الوطنية ما تشوش بأنه مبلغ ضخمة وكبيرة لخصصها الدولة الجزائرية فيما يخص التحضير على كل حال قلت بأن التحضير ما كانش في المشتوى لو التحضير كان في المشتوى احنا رأينا في المرتبة اللولى 115 مليار ما تكفيناش ما نضنش بأن 115 مليار توجهت للإتحاديات توجهت الاتحاديات لكن نجم نقيم الأمور ونقيم وقع ندير التقييم ونشوف هذا المراير وين راحت يعني لكن مصطفى بيرب بكل صراحة دائما نتحدث على التقييم وكل منافسة بعد نهاية المنافسة نقول بأن أمين عزوزة كده حي شطرني رأي أمين دائما نتحدث على هذا الشيء بعد المنافسة نقول بأن الوزير خصص لجنة للتحقيق لجنة للتقييم لجنة للمحاسبة لجنة 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 عندنا مجموعة من اللجان لكن دائما ما نشوفش في أرض الواقع ولا واحد يتحاسب كل صراحة لكن صراحة مليحة المشكل الكبير وقلت أنا عندكم في قناة النهار ولا في قناة أخرى اختيار رجال في المسؤوليات هذا هو الشيء المهم يعني لما تختار الرجل يعني عنده شخصية وعنده الكفاءة شوف بأن فيه أشخاص ما يتناسبوش مع المسؤولية اللي أعطت لهم شوفت بعض الأمور تحاسب اللي ما ما تقدرش قاعد تسميه مسؤول بعض الأمور يعني ما تدخلش فيما قدرش نتكلمها من با في قناة النهار جيني عيب عليش بس كنا مصطفى بيراف هل شطر يعني أمين نترك رئيس لجنة الأولمبية الجزائرية تتعامل مع المجموعة كبيرة من الاتحادات مجموعة من الشخصيات الفاعلين في الرياضة الجزائرية هل صحيح بأن فيه أشخاص لم يتناسبوش يعني في المقام يعني المسؤولية لرم حكمينها أنا أعوذ بالله من كلمة هذا نائب رئيس رجنة التنديم من تاع الألعاب ونقدر وقلت في الأول في تاع هذا الحصة قلت بأن هذه معجزة أن في شهرين قدرنا نعمل هج ولازم تعرف بأن كائن أشخاص شخصيات قائمة بالواجب ليلا ونهارا باش الحمد لله قدرنا لأن لها السبب حقيقة كاي الناس كانوا نصبوا وما عندهم ش الكفاءات اللي أسمعوا ونظن بالكل الصغير والكبير رهم لاحظوا شكون اللي عنده الكفاءات وشكون اللي عنده إمكانيات وشكون اللي عنده الإرادة باش الجزائر هذي تكون مفخرة في إفريقيا الحمد لله كان إجنبين رم يقولوا الجزائر هذي رايبين نصب اللي ما زالها هي مفخرة إفريقيا قطر إفريقيا نظن باللي لازم نشوفه البوزيتيف نشوفه الإيجابي هذي الناس هذوم اللي ما قاموش بالواجب رغم راح فيه تقييم كما قلت والمسؤولين تاع البلاد هذي راح يراحظوا كل شي وعارفين شكون خدم وشكون ما خدم ونظن باللي كما كما تكلمت لازمة هذ المرة هذ المبلغ هذ دخمة تاع الدولارات ودينارات 70 مليون دولار نشوفه وين راحوا هذ دراهم بالديقة وبركات التبديد ببركات التبديد أنا نظم أن التقيقة هذه تعريش جمهورية في الشباب وفي الرياضة لازم تكون الناس تكون في القيمة وتكون حشب التقيقة أنا حبي تقول لك شي سوف نتكلم على رأس الجمهورية يك وكيم بزاف الناس يقولوا فخامة رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية فنقدر نقولها إنسى الفوا وتكون عندها معنى كبيرة ونقدر نقولها ميل فوا معدها حتى معنى لماذا؟ لأن ما لازمش بعض الأشخاص يتغطى أمور رئيس الجمهورية في الله جو في سبا مصير بالرافول كالناس تعرف روحا لماذا؟ لأن لازم تكون في مقام المسئولية وتأدي الوجب بتاعك خلاص را قديت وش لازم وكما قولوا ريسبيكتي الانجاجمون بتاعك مع أعلى هيئة في البلاد تكون يبالا باش نضربوا الشيطة ولا باش نقولوا الأشياء ريفو دير لي شاصة الكالسون كاي الناس سمحلي خليني نفتح القوس كاي الناس لو يتكلم عليهم ليفتح فيهم قوس وين كاي الأموال يجيوا ما يجيوا ني خدمة الشباب ني خدمة الرياضي ني عين دوتو وفي هذه الناس كان مقاولين كان مؤسسات يخدوا دي مارشي كان بعض الرياضيين كان بعض مسؤولين مسؤولين تع الرياضة همهم الواحد هو الأموال بسك لو كان تشوف بالإجزام الانفلوب التي تعطي لهم وتروح تشوف في التيران الأمور كيف تجير تقول موحال صرفوا على هذه الأشياء الحمد لله وفاة هذه الأموال من أجل إنجاح هذه الدورة هكذا أمين نعطيك مثال من كوتي بوزيتف كما رحتنا لفيدراسي في الكل سيباكواتيك نوتيك سيباكواتيك تاع الرياضي في برج البحري قبل ما تبدأ المنافسة بيوم كانوا ماذا ما خلاصوش لطرافو ولكن قراصو الجو أفريكا داروا لا تضيق هديك عودوا هيئو الأشياء يعني ياجو بوزيتف مدينة بارسلونا كيفش ولت معروفة ومشهورة ما هي معروفة من الزمن بصح إلا فين بوسي ايكوناميك باش بليجيو كاتر ويندوز اللي ولت حاجة وحد أخرى تصدير يفو بروفيتت سيزمن أنا جولي السيجي تاع أنا هننتكلم باش جولي وش هننتكلم مع السيجي تاع سيو لبلان ايكوناميك سيو لبلان خبرة كبيرة أستسمحك سيكون معنا على المباشر أحد المعنيين بهذا الموضوع اللي أنا تحتو عليه هو سيد عبد الحليم عزي المدير العام المكلف بالتنظيم بعد قليل بالمدير العام المكلف بالتنظيم عبد الحليم عزي للحديث حول هذه مسألة حول غياب التام للإشهار وكذا الممويلين نعود لك سيد مصطفى براف ما تشوش بأنه ولا ممويل في هذه الألعاب لماذا لم نستطع يعني جلب ممويلين لهذه الألعاب لو نضيف لك فقط ثم نخليك جوب واحدة المعلومة أنت كنت في طراجون قبل أيام فقط الماضية في الألعاب البحر أبيض المتوسط بطراجون كلفت الدولة الإسبانية 30 مليون وجلبت 50 مليون أورو من المؤسسات ومعنا مشاهدينا الكرام المدير العام المكلف بالتنظيم سيد عبد الحليم عزي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ونقدم تحياتي في مصطفى براف وسهلا بكم كامل والجمهور الرياضي والمجتمعين شكرا لك سيد عبد الحليم عزي تحدثنا في البلاطو عن غياب الإشهار في معظم القاعات اللم نقل في كل القاعات لماذا هذا الغياب لماذا لا نستطمر في مثل هذه الألعاب هذه الألعاب إفريقية لدينا 54 دولة أكثر من 3000 مشارك لماذا هذا الغياب الكل لإشهار بالنسبة للإشهار هنا شركات كل شركات الوطنية وشركات خاصة بعدنا لهم دوسي دوسي سفونسورين بعدنا لهم رسائل بعدنا ما جاوبوش وحنا أخذنا احتياتنا بالنسبة للأموال دولة دولة أطتنا مبلغ لتنظيم هذه الألعاب أكمل أكمل قلت لك الدولة أطتنا مبلغ عام على كل حال لتنظيم هذه الألعاب وحنا نرى المبلغ قادرين ننظموا به مكان حدام مشكل وماليو سيجيزي وشارك كل حال ما نبتروش رطبان على المصاريف ورن على كل حال نهار اليوم كل الأمور يمشي بدون مشكل مالي ربما كالبعض يقول لكم بكل صراحة اعتمدتوا فقط على هذه الأموال على 780 مليار لما تشوف مبلغ مثل هذا صحيح أنه مبلغ كبير ضخم هذا المبلغ ليخلاكم ربما ما تكون عنكم قوة الإقناع الممولين لكي يقوموا بتمويل ومد يد العون للدولة الجزائرية وانت تعلم بأنه نحن في مرحلة من التقشف لا نحن ندرك ما 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 عاولناش غير على هذه ما كانتش خلاص وما تكونش ونقدر نوري كل وقتها البريات يأروح عندنا في لا تقدمنا فقط أرقام هل فيه أرقام يعني أعطينا أرقام هل فيه أرقام مالية وش من أرقام هل جربتم ممولين وفيه بعض من الأرقام المالية تحصلتم على 10 ملاير ولا 5 ولا 2 ولا 3 ولا لا لا ما لا ما 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 بعثنا لعونونا بال كما تحقوت بال سيارات أطعنا سيارات بدون بدون مواد كأن رجري تاني بدون ذكر يعني اسم الشركات نعم بالنسبة عاما عاما احنا قدرنا دوسي وبعتناهم وطلبنا واسفنسور طلبنا المعاولات طلبنا لكي يكونوا معنا حاضرين طلبنا منهم لم يجبناش على كل حد وما كانش مشكلة بدينا شوية متأخرين في التنظيم درك هذا اللي أمور هذه وكل تأثر على الأموال في الاسفنسور سيد عبد الحليم عزي أبقى معنا ربما سيد مصطفى بيراف عنده تدخل في هذا الشأن نحن ندخل ونحيي بالمناسبة حليم نقول بأن لازم نتكلم الحقائق حليم مقدرش يخدم خدمته حتى نجال سيحطاب عنده شهرين ولا ثلاثة وينقدر يعني ينتلق في العمل يتقارب مع وزارة شاببة ورياضة ومع اللجنة الأولمبية الحمد لله لماذا مصطفى بيراف وين كان يعني المشكلة؟ أنا في عيوسي وفي اللجنة الأولمبية الإفريقية مختص في هذا الجانب نقول بأنه لازم التخطيط يكون منذ سنوات مقبل ما تقدرش التخطط يعني باش تجيب الأموال في شهرين ماذا قولي ما خلاش سيد عبد الحليم عزي باش يعمل؟ هذا لازم تتسخصي هذا في علمي معنا عبر الهاتف نقصي عبد الحليم عزي أنت معنا عبر الهاتف المدير العام المكلف بالتنظيم يعني استمعت إلى رئيس لجنة الأولمبية سيد مصطفى بيراف هل صحيح ما يقول أنت تسمع على المباشر كانت ربما ضغوطات عليك ومخلوقك تعمل؟ لا لا لم يكن لقد تغيطات يجب أن تظهر أنا 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 جيتين أمين كما يقولون درك عامين استقبلنا الإخوة اللي تعلق نوا استقبلناهم واحد سبعة أخدرات في العامين هذا وباش كما قال سيد مصطفى لكل ذلك حال جزتما بدينا الخدمة عند تلتشهر باه ما كانش ما 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 قال يتكلو على الله وبدأ وراحوا وحكموا اللي بيرو أحكموا هذه ما كانش حتاجها سيد الوزير لكن سيد عبد الحاليم عزي لماذا انتظرتم حتى تلتش أشهر الأخيرة تحصلنا على الألعاب في 2014 أعطيني ما هي الأسباب بكل صراحة أنا بالنسبة لي مدير عام لكي نبدأ الخدمة لجب أن يعطيوني تصريح لكي يعطيوني تصريح باش نقدر نحكم لبيرو من يعطي تصريح من يعطي تصريح من نقدرش بلا تصريح عندي رئيس رئيس الجنال التنظيمية هو الوزير يعني انت تقول بصرح العبارة سيد عبد الحاليم عزي خليلي نعطيك هذا السؤال ثم بعدين يتكلم هل الوزير السابق انت تتكلم على الوزير السابق ولد علي هكذا لو نسمي الأسماء بمسلميتها هل هو من منعك من مباشرة عملك شوف لما ننظرش ننظره ننظره السابق وننظره لا لكن لكن في التأخير يعني لو نتحدث بكل صراحة في التأخير كبير للألعاب على باركم بيه وكل على باركم بيه بكل وشتا على باركم بالتأخير هذا مكان مكان شو تنظيم كما قالك في شهرين ألعاب ألعاب كثير من ألعاب أولمبيا ألعاب البحر المنتوسط ألعاب درك رانا وجاهزين في كل شي وفرنا وفرنا لحقنا بالخدمة بالشو تعقولتني ليل ونهار ونحن نجبدو باش نشرف بلادنا وبسح كائن أمور كائن أمور اللي كنا نقدرون ديروها أحسن أحسن إذا كنا نجي كنا نجي بدينا بكري لما كان بالصح رانا جاهزين درك درك أنا ننظر معك راني في الفيلاج أفريك كان في باب زوار مع كل اللعابين مع الوفود مع راني في بسطهم راني في وسط كل أمور مجاهزة كل أمور مجاهزة كل أمور موفرة ما كانش حاجة ما كانش حاجة خستهم هني نقول لك أنا درك كل هضراء الهضراء البرا وكاين هذي الناس يتدم وشوف شف على بني شبي شبي شوف أنا ننظر مع اللعابين نظر مع المدربين أنا معهم أنا شوف شف لصف دوكينية في هالناس شوف ننظر ونراقب ونشوف وحاجة اللي تخص كيما ندرت لرينيوم على شاب دو ميسيون كل بلاد 54 دولار كل وش قالوا كل وش دمان دوا جتماعنا عليه وحطينا حطينا 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 كل وفرنا لهم ريكلنا لبروبلم وحنا نبوسي وكل يوم بالك يكون المشكل مننا نزيد وحكوا ليوم حاجة وقلوا أمور جيدة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكملوا هكذا بيحسن وإن شاء الله نشوفه إن شاء الله سيد عبد الحليم عزي كنت معنا عبر الهاتف المدير العام المكلف بيات تنظيم شكرا جزيلا لك أودك ربما التعقيب حول ما قال عبد الحليم عزي نحتار مرأيه على كل حل وما تكون عندكم مسؤولية مثل هذه الأمور ماشي سهلة نجمش نهضرو برك فاصلما فوس متخ على بلاس دي جان ولكن كان بعض التناقودات يعني من جهة نقوله كما قال سي براف مسؤول بريزيدن لاري بيبليك عطا انستركسيون باش ننضمو هاد الألعاب أوكي من جهة أخرى كان مشكن بال الكميتي والمبيك والوزير السابق الهدي ودعلي فالي ديركتو يضغوه وبيتو البروبلم هادا كبارامو هو يعقل تنظيم الجيد وفي الوقت لهذه الألعاب ذوك الوزير السابق ماش حاضر معانا يفه باري باندر لكن الأمر الواقع هذا هو يعني لما تغير وزير شبيبه ورياضة مع الوزير الحالي كانت الأمور أحسن في العلاقة مع البرزيد وكوميتي والمبيك ويعني الأمور مشات ولكن في 2018 هل سي سريو كما قلت من 2014 على البنبل اللي عندنا الورغانيزاز دي جو أزافي كان دل جو ناس هل سي من المعقول كما قلنا سي برافت تنتظير تلتشهر الأخرين هل سي من المعقول سي شهرين أو ثلاثة سي بس سريو حاجة نديروها مليح من البداية لو كان تولي في أمور شخصية هذي أمر الدولة هذي سي لي مشتعلها جيري صح لو تولي في الأمور الشخصية هذي ما يتفهمش مع إكس مع إقراك واحد يعرقلك هذي دون لو كانت جو تخافاي كي تكون لي ماشد للجيري تدرع عليك تتفاهم مع صح ومع المسؤول تدرع عليك وفو ميتة وتغضيون طاب وتتعذروا الأشياء وتنظموا الأشياء كما يجب ما ركش في بروبريتي بريفية ولا تدي سيدي كما تحب شيء الثاني من ناحية الاقتصادية لأنه ما تقدرش تدر حاجة بلما يكون ما تدخل اقتصادي أنا أقول لك من درك سي من ومع كونفكسيون بللي بسكو كانت الأموال طائلة وحن ما كسر راسو كيفاش يقول لك ولا شركة ولا سبونسور ما قبل وهذه الشركات وهذه الاسبونسور سيدي زرجيريان لو يتكلم عن هذا الأمر سيبوصف شركات هادو خليني نكمل شركات هادو سيدي سيدي زرجيريان رغم معاونو شوالو بسنتيم لكن جرينا أمين شركات هادو معاونو شوالو بسنتيم أنه فينمو كونسور لاجونسور زرجيريان أنا أقول لكم والله راني سعيد جدا بالأمور الحالية لأن الحمد لله انتصلنا على على النقايش تواعنا والأمور رحيتم شي كل جد وراجعت إلى مجالها نظر بلي سيسال أمور اليوم كما قلت مقبل قلت كان أفريقا رامي قولوا راجعي سيسال الانجيريان مقاش سيسال أفريقا سيسال أفريقا أنا في ضل على كل حال تنظيم جيد وحمد لله كان بعض من الإخوان جيران قبل قبل ما تكمل مع هذا الشي سيسال أفريقا سيسال على الأمور التنظيمية سيسال أفريقا 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 سيسال عندما أقول الانجيريان سيسال لا تنظيم الدور ها تنظيم مليح سيسال على سيسال بحيث من الاقتصاد الإشهار في صحنا في المجاهد هنا يحل يحل الطبيع يحل على المليح نتكلم عليها لك صح نتكلم عليها لك ما نحن مقبل سيد مصطفى بيراف على الألعاب البحر أبيض المتوسط مشاهدين الكرام فاصل ثم نواصل نقاش على مباشر والحديث الألعاب الإفريقية لشباب الطبعة الثالثة حضرت معي مشاهدين الكرام هذا الكتيب برنامج الألعاب هذا البرنامج سيد مصطفى بيراف ربما يعني فجأ الجميع أمين؟ رح نتحته على هذا الكتيب ربما يعني أشياء لي فيها مش نهاش في الواقع تشبه أنه منافسة لا تلعب في نفس المكان اللي تشوفه في الكتيب ممكن مشي في المكان حتى في الملعب هناك ملعب سيد موسى نتشبه المتخب الوطني لعب في ملعب سيد موسى وكان مبرمج في ملعب الحماية المدنية هذه معلومة مؤكدة سباق الدراجات كانت كارثة فيه حتى مصطفى بيراف أكيد على بله بمشكلة لصرف الاتحادية الجزائرية لدراجات صور أنه بأنه الألعاب أيضا هنا في هذا الكتيب كانت من المفروض تبدأ في 17 هكذا لكن المباريات لعبت في تاريخ 19 لماذا سيد مصطفى بيراف هذه المشاكل اللي نقوله خلينا نقوله بكل صراحة بأنه بدائية ربما لو لما توقع في هذه الأخطاء حتى لاحظنا الوفود يعني المشاركة استغربت من هذا المشكلة نحن لكل حال نقول لك بأنه عندها تقريب 8 شهر عام بدلنا كتاب فيه قاعد برنامجة على الكمبيتشيون ومدين أهل المدير العامة ومدين أهل الوزارة هل هذا هو الكتاب لا كتاب كبير مدين أهل المدير العام ندع الوزارة ومعلي الوزير بعد خداو بعين الاعتبار بأن اللجنة الأولمبية ما عندها ما دخلها في البرنامج لعليكم بيتيشيون و البروغرام هذك دير روح تحت تحت التيروار المهم بلك شافوا البروغرام تحكم خير البروغرام تحكم من بعد احنا عنا مديرية تقنية في الأنوكا و واحد سي جميل أسيستان هو محترف عنده دارة روح الأولمبيك طرت وانا مع التقنية اللي قام فيها كتسرع دير غلطات كتسرع دير غلطات نضم الصرعة هذك اللي داروا بها البرنامج داروا فيها غلطات أنا قلت لك في شهرين لو مشي يعني السجاعة وال وال الزانة وال يعني وال لسانس دولار اسمها يعني المسؤولية روح المسؤولية كانت عوزير شبيبا ورياضة كنا ما نديروش كامل اللي يجب ما نديروهمش كنا ما نقدروش نديروهم الأمور كانت معقدة يعني هو كان يتكلم يا خير أورونتين البالح يوم أمس بدات السباحة والمقاول ما زالوا يخدم ما زالوا ما كمش الأوروكي في البرنامج وفي العقود اللي مداهم كان يكمل على كل حال احنا كما يقولوا احنا رأنا في الوجه رأنا حاليا رأنا في في الوجه لو عدكم منافسة كبيرة هي العرب البحر بيد المتوسط 2021 سيد مصطفى بيغافي وهران لو تحدثنا على الاستعدادات استعدادات الجزائر لهذه المنافسة منافسة يعني لتحضر فيها الدول الأوروبية متقدمة لديك مجموعة من الدول اللي تحضر إن شاء الله في هذا خلينا نقدر نقولك بأنه محفل عالمي الألعاب البحر أبيض المتوسط فيها أبطال عالميين يشاركوا كيفاش يعني تم تحضيرات لهذا العرس وكيف نستفيد من هذه الألعاب الألعاب الحالية يعني لشباب في الجو الحالي نقدر نقولك بأن الحكومة الجزائرية والوزير معاني دولة والوزير الأول والوزير عندهم تعليمات من طرف خامة رأيج جمهورية باش منظرك نبدأ ونخطو ومنظرك نبدأ وننظمو وانا على كل حال بديتو لماذا لك ما لازم نقولها لكن كنت شاهد في لقامة بين دولة الوزير الأول وقال لازم نبدأ وننخطو وننظمو ونحن للألعاب البحر الأبير المتوسط لازم تكون وهران تكون حفلة كبيرة ودورة يعني الدرجة للجزائرية باش ننترقه في مستوى عالمي وإن شاء الله على كل حال نحن بالمجهودة تتعقى عن الناس وقلت عدة مرات لازم اليوم نحبس هاد نزاعات هاد وما نزاعات هاد وما اللي خلت الرياضة الجزائرية ما عندهاش القيمة اللازمة على المستوى الدولي لازم اليوم نخدم ونعمل كراجل واحد من أجل حاجة وحدة الجزائر والرياضين سيد مصطفة بيرف سؤال أيضا آخر متعلق أيضا بالألعاب البحربي المتوسط 2021 بمدينة وهران إن شاء الله كيف سنستفيد من هذه الأخطاء خلينا نقولك بأنه ربما هي أخطاء ساذجة اللي وقعنا فيها في هذه الألعاب كيف سنستفيد من هذه النقائص والأخطاء نقولك بكل طواضع في هذا الألعاب من تقع إفريقية تقع الشباب المستوى اللي يرانا فيه والحفل الافتتاح وكل يعني نفوتهم من البعيد والشراء في طارقون أنا كنت حاضر في طارقون مع معالي الوزير وبكل طواضع نقولك الجزائر عملت يعني خبزة نوعية نعم أنا نضم بلي حتى فيما يخص لعب البحر الأبين المتوسط تعوهران وخاصة بالجو تع هذا المدينة وبالروح الاستضافة والكرامة تعوهران نضم بلي بدون شكر راح تكون اللي بلو افريقية بلد تاعة 2021 إن شاء الله إن شاء الله أمين لكن الألعاب الإفريقية هذه التي تحصلنا لها في 2014 اليوم رأنا في 2018 وصد يعني أمور يعني التي صرت فيها لكارثية 4 سنين وإحنا على بل بأن هذه الألعاب رأي عندنا ما تشوش بأنه ربما ربما تقدر تكون يعني حتى في 2021 في مدينة وهران مشاكل أخرى ونقوله بأنه تأخرنا لأنه فيها سبب أو سببين أو لخلنا لخلنا تأخر كل مهني ما تكونش إن شاء الله كل مهني الأمور يعني إن شاء الله بإذن الله في وهران تكون بكل جدية وبكل سرامة يعني 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 وعليش سيد وصفة بيراف كل هذا الإصرار يعني إنت كما نقول رك ضامن مياه بالمياه بأنه إن شاء الله يعني تكون لماذا أحنا في اللجنة الأولمبية نخدم سنوات وسنوات مقبل هذا اللوغو وهذا المشخص اللي رك تشوف فيهم وهذه الميضاليات تخدموا من عند الشخص اللي ما حبش بيه نروحوا صور اللوغو صور بدون أي رسم بدون بدون سيبن تونس دارهم باطل أعطاني لابون بيخش باش نقول وشان يحب نقول كين هذا المواطن هذا نشكره ونتحاول نحييه لأن هذا دارانجات برسان باطل ووحد ما يعرفه وكان بزاف الناس تشوفهم في صورة ويهضروا بزاف وممكن هكذا ماشي مخلصين ماشي مخلصين ولازم في فوا بورتوت هاد البلاد السراقين والطماعين ولي ما عندهم ألو في الراس ولي حبوا غير الفيلات الفخمة بيدون مقابل ويحبوا يشروب درهم الشعب ويحبوا يسرقوا اسمح لي اسمح لي يبروفيت ودلوكازيون بسكونا نقولها لك طلجيري هادي تعقاعة الشعب الجزائري أكيد قاعة الشعب الجزائري سل فيها يصد من هذا بلد الحبيب أمين واحد ما يترفع على الشعب الجزائري المسؤول هو اللي لازم يعطيه المثل تهمت ولما تكون الأشياء تمشي بعدل وفي الطريق الصحيح هاد الخوبات اللي نسميه مطرق يومين نسميه هاكدا بس كماشي الناس مخلصين وجوغل لاختلاس ويسرقوا دراء أموال الشعب ويبروفيت هادوك مزيدش يدوروا ولكن الناس المخلصين وليحبوا يخدموا رياضة وشباب جزائري ما لازمش يخليوا المكان شاغر فارغ لازم لازم يميليتي وباش يخدموا نختم معاك لأنه حتى سيد مصطفى بيراف رئيس الجنوب الأولمبية عنده ارتباطات ونشكروه رغم هذه الارتباطات الكبيرة اللي عنده لا تسامح معلش معلش خض راحتك أنا نقول بأن قلت مقبل رئيس الجمهورية مدقى على الإمكانيات البرنامج برنامج للشباب والرياضة يعني المنشآت لازم ضق الناس هادوما ل اللي رهم قايمين بهذه الواجبات يقوموا شوية إن شاء الله سيد مصطفى بيراف رئيس الجنوب الأولمبية الجزائرية نشكروك وكذلك الألمي أمين عزوز شكروك أمين وخلتني نزيد لك في كلمة لكن والله الوقت انتهى حتى الزملاء فيها وقت آخر إن شاء الله في المواعد المقبلة سيد مصطفى بيراف حتى دخل تعتون شي هذا لمدرب تونسي نضرب اللي ما حقوش يدخل رح نعود له في المواعد المقبلة شكرا لك التفصيل لكل ما يتعلق بالألعاب الإفريقية للشباب في مواعدنا المقبلة إلى اللقاء